ويرسم ميثاق العمل الوطني صورة شاملة للمعادلة الاقتصادية في مملكة البحرين كما تؤكد نصوص الميثاق على أهمية تدريب وتأهيل المواطن البحريني والرقيب بمستوى أدائه وقدراته هذا ويمثل ميثاق العمل الوطني خارطة طريق لمستقبل واحد وأكثر إشراقا للأجهال القادمة أقر ميثاق العمل الوطني لمرحلة شهدت الكثير من التنمية والتطوير فما تحقق بفضل الرؤية السديدة والثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قد ساهم في الارتقاء بالقطاع التجاري والاستثماري وقطاع الأعمال مما أدى إلى دفع عجلة التنمية إلى آفاق رحبة وتعتبر رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ترجمة حقيقية لميثاق العمل الوطني بما اجتملت عليه من مبادرات تركز على رقي المواطن بالدرجة الأساسية ورفع المستوى المعيشي وتحسين الخدمات المقدمة له وقد شادت مملكة البحرين منذ إطلاق الميثاق مجموعة من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي التكاملي والتي ساهمت في تعزيز بيئة الاستثمار ولعل من أبرزها إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية الذي يضع استراتيجية التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين ويشرف على تنفيذها وصندوق العمل التمكين الذي يعنى بمجالات التدريب والتنمية البشرية وهيئة تنظيم سوق العمل التي تقوم بالموازنة بين جميع عناصر سوق العمل الوطني ومجلس المناقصات والمزايدات وغرفة البحرين لتسوية المنازعات وهي أول وجهة متخصصة في التحكيم التجاري في المنطقة فضلا عن تأسيس شركة الممتلكات القابضة وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة الوطنية للنفط والغاز وغيرها من مشاريع عصرية أسهمت في تعزيز بيئة العمل والاستثمار في المملكة فالوضع الاقتصادي لمملكة البحرين يسير في الاتجاه الصحيح مواصلا تسجيل أداء جيد فقد أشارت النتائج المسجلة خلال الربع الثالث من العام 2021 في التقرير الاقتصادي الفصلي الذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى تحسن اقتصاد مملكة البحرين وبحسب النتائج الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فقد نمى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بالأسعار الجارية بنسبة 10 و20% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 فيما بلغت نسبة النمو الحقيقي بالأسعار الثابتة 22% على أساس سنوي يأتي ذلك تزامناً مع تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تستهدف تبني استراتيجيات جديدة تسهم في تفعيل دور القطاعات ذات الأولوية وإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتتمحور هذه الخطة على خمس أولويات وهي خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعالياتها لاستقطاب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى النمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتعزيز مساعد الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2014 يمثل مثاق العمل الوطني خارطة طريق لمستقبل واعد أكثر إشراقا للأجيال القادمة انطلاقا من قاعدة صلبة من الأسس الاقتصادية المرتكزة على تأهيل الشباب البحريني وتطوير سوق العمل وسن تشريعات تخدم بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في المملكة